الحقيقة الجلسة كانت جلسة يعني فيها عصف ذهني كبير وتناولت المحاصيل الحقلية المختلفة سواء الدراء الشمية أو الأمح إلى جانب طبعا محاصيل البستين وغيرها فالحقيقة يعني كان فيها ثراء في العرض من المتحدثين كلهم وبالنسبة للأمح الكلام اللي أنا قلته أنه تناولت فيها كل ما يخص إنتاج الأمح خلال السنوات الماضية واللي بيؤدي لهذا الانتاج وهذه الزيادة سواء الرأسية أو الأفقية من وجود أصناف ومعاملات زراعية متميزة أدت إلى زيادات كبيرة في المحصول على مدى أنا يعني خاصيت الفترة الأخيرة لأربعين سنة الأخيرة من سنة الثمانين لدلوقتي لتلاتة وعشرين يعني العام الماضي فالحقيقة زيادات كبيرة سواء في الانتاج أو في الانتاجية اللي ينتاج وحدة المساحة وبعدين كان في بعض التوصيات الخاصة بأنه لابد من إيجاد سياسات سعرية مناسبة تعتمد على الأسعار بالداخل وأسعار المحصول نفسه بالخارج فده علشان خاطر نوجد أسعار عادلة للمزارعين ناخد بيها المحصيل لأن من أكبر مشاكل اللي بتقابل المحصيل في مصر سواء أمح سواء دورة اللي هي المحصيل اللي بنستورد منها كميات كبيرة الأسعار فالأسعار ده عشان كده فيه فجوة والفجوة بتتسع مش بتضيق يعني هي المفروض تضيق أكتر من كده إنما الحقيقة المشاريع العملاقة اللي تمت في التوسع الأفقي في الفترة الأخيرة سواء مشاريع مستقبل مصر أو فيتوشكا أو التوسعات المتوقع في سينة وغيره يعني الحقيقة دي حتؤدي إلى يعني بيقال إنها في حدود نص مليون فدان لغاية دلوقتي فدي الحقيقة ممتازة جدا لإن بتتبع فيها أحدث الأساليب العلمية في الإنتاج الزراعي الزراع الحديثة والزراع الزكية وغيره فده يعني يفضل على الزراعة الأديمة الموجودة في الوادي والدلتا لإنها التانية في مساحات مفتتة بينما المساحات في المشاريع العملاقة الجديدة مساحات كبيرة ترجمة نانسي قنقر